ندد الرئيس الصيني تشيجين بينج خلال جلسة برلمانية في بكين بحملة غربية تقودها الولايات المتحدة لتطويق بلاده واحتوائها وقمعها بحد قوله وقال شيء إن دولا غربية بقيادة الولايات المتحدة نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضد الصين الأمر الذي أدى إلى تحديات غير مسبوقة للتنمية في البلاد وذلك حسب ما أوردت وكالة الأنباء الصينية الرسمية اشتركوا في القناة